عادة ما تصيب أعراض متلازمة العمل المكتبي الأشخاص الذين يقضون جل أوقاتهم أمام شاشة الحسوب أو على المكاتب سواء كانوا في أوقات العمل أو في المنزل إذ إن من أهم العوام التي تسبب الإصابة بهذه المتلازمة هي البقاء على نفس الوضعية لعدة ساعة متواصلة مما قد يؤدي إلى حدوث تشنجات في عضلات الكتف وألام في الرقبة والظهر وغيرها من الأعراض كما أنها قد تسبب مواعفات أخرى مثل انضغاط الأعصاب في فقرات العمود الفقري وتنكس العمود الفقري ما لم تتم معالجتها في أسرع وقت في الحقيقة هناك أمر يختب خلف متلازمة العمل المكتبي ألا وهو الأمراض التنكسية وهذه الأمراض تعتبر من الأسباب الرئيسية في تدهور وظيفة الأنسجة أو الآضاء مع مرور الوقت ولكن مع جهاز ريتكورد يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض التنكس العظمي للفقرات العنقية والأقراس الغضروفية أو الفقرات القطنية للعمود الفقري وحتى أولئك الذين أصيبوا بالأمراض التنكسية من قبل فيمكن لهذا الجهاز أن يبطئ حال التنكس ويمنع المزيد من التدهور الريتكورد عبارة عن تمرين التعلق بالحبال تعمل على تنشيط العضلات والجهاز العصبي الذي يتحكم في العضلات للعمل بشكل أكثر كفاءة إلى جانب تقوية العضلات الضعيفة مما يساعد الجسم على العودة للوضع المثالي بالإضافة إلى أن هذه التمارين تساعد في حل مشاكل مرض متلازمة العمل المكتبي وخشونة العظام فضلا عن زيادة القوة وتقليل حدة الإصابة للمفاصل والأوتار لا سيما أن الجهاز مناسب للمرضى الذين خضعوا لجراحة العمود الفقري حيث يساعد على تقوية العضلات الأساسية من الرقبة إلى الوركين كما يزيد من ثبات العمود الفقري ليعود كما كان ولا يشعر المريض بألم أثناء التمرين لذلك يعتبر حل المناسب لعدد مشاكل بشكل مباشر يمكن استخدام تقنية الريدكورد لمعالجة المرضى من جميع الأعمار مثل الأطفال المصابين بالجنف ومنهم في رعان الشباب ويعانون من مشاكل العضلات والعظام والجهاز العصبي وأيضا كبار السن وقبل القيام بالعلاج الطبيعي يقوم المعالج بتقييم قدرات العضلات وقوتها أولا ومن ثم وضع برنامج علاجي خاص ووضعيات ملائمة لحالة المريض تعتمد مدة العلاج بالريدكورد على حسب حدة الأعراض وشدتها إذ سيوصي الطبيب في أولى جلسات العلاج بالتدرب مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وسيشعر المريض بالتحسن الملحوظ بعد مرور 4 إلى 6 أسابيع من التدريب المتواصل بعدها يقوم الطبيب بتقليل عدد مرات التدريب إلى مرة واحدة في الأسبوع مع إحطاء المريض برنامج التمرين المنزلي لتعديته إلى جانب التدريب في المستشفى إلى أن يتمكن من التدرب بمفرده حتى الشفاء ترجمة نانسي قنقر